أخذنا أوجه للاستعاذة الآن نريد أن نتعرف على أوجه البسملة بين الصور أوجه البسملة بين الصور بخلاف الاستعاذة الاستعاذة كان الوجه استعاذ بسملة بداية صورة في البسملة الوضع مختلف نهاية صورة بسملة بداية صورة طبعا لها هنا ثلاثة أوجه وليست أربعة أوجه وهنا فارغ بين الاستعاذ والبسملة أولا قطع الجميع لو أردنا أن نأخذ نهاية صورة الإخلاص مع بداية صورة الفلق نبدأ بطبعا نهاية صورة الإخلاص مع البسملة مع بداية صورة الفلق نهاية صورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد بداية بعدين البسملة ثم بعدها قل أعوذ برب الفلق الوجه الأول قطع الجميع يعني نقول ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق هنا قطعنا الجميع الثاني الوجه الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث يعني ننتهي من سورة الإخلاص ثم نبدأ بالبسملة ونصلها مع السورة التالية كأن نقول ولم يكن له كفوا أحد نقف نأخذ نفس نقطع القراءة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق وصلنا البسملة مع بداية سورة الفلق الوجه الثالث هو وصل الجميع كأن نقول ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق هنا وصلنا الجميع الوجه المختلف بين الاستعاذة والبسملة هو وصل آخر الصورة بالبسملة والوقف عليها ثم الابتداء بأول الصورة التي تليها بمعنى لا يجوز أن نأتي بنهاية صورة الإخلاص مع البسملة ثم نقطع القراءة ثم نأتي بصورة الفلق ما السبب حتى لا يتوهم القارئ أن البسملة جزء من الصورة التي تسبق يعني حتى لا يتوهم القارئ أن البسملة هنا جزء من صورة الإخلاص مثلا نحن لأننا يعني مسلمون ونعلم هذه الصور ونحفظها لكن ربما لو كان يسمعها غيرنا أو ممن لا يحفظ القرآن يلتبس عليه الأمر فخوفا من التباس الأمر هذا الوجه الرابع ممنوع وهو أن نأتي بنهاية الصورة مع بداية البسملة ثم نقطع القراءة ونبدأ ببداية الصورة التي تليها هذا وجه ممنوع كنا قد سبقنا القول بقولنا أن البسملة في صورة أو بداية صورة الأنفال لا تصح ولا تجوز وقلنا طبعا لأن بداية صورة الأنفال بدأت ببراءة من الله ورسوله ففيها نزلت في قتال المسلمين للمشركين والمنافقين والتبرئة أو البراءة من الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المشركين والمنافقين بينما بسم الله الرحمن الرحيم فيها نوع من الرحمة فيها نوع من اللطف بالمؤمنين فلا يليق هنا أن تلتقي الرحمة واللطف بالعذاب للمشركين ولذلك لا يؤتى بالبسملة في بداية صورة التوبة نأتي الآن هناك في وجه مختلف يعني عن كل الصور وهو كيف سنصل آخر صورة الأنفال ببداية صورة التوبة نحن قلنا أن بداية التوبة لا يصح أن يأتي فيها البسملة إذن كيف سنأتي بنهاية الصورة التي قبلها بالتوبة؟ هناك أيضا ثلاثة أوجه ويرجى التركيز هنا على كيفية الإتيان بالثلاثة أوجه أولا الوقف بمعنى أن نقرأ وننتهي من صورة الأنفال التي تسبق التوبة ونقف ونتنفس دون أي إشكالية ثم نبدأ بقراءة صورة التوبة بدون البسملة نهاية صورة الأنفال تقول طبعا الآية والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم نأخذ نهاية الآية إن الله بكل شيء عليم سنقرأ كالتالي إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله هنا وقفنا على الوجه الأول ثم أتينا بالوجه الثاني بدون أي بسملة بينهما لعدم جواز ذلك السكت مختلف عن الوقف السكت نقف على آخر صورة الأنفال لكن دون تنفس بمعنى نقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله هنا لم نأخذ نفس وشرعنا مباشرة في قراءة السورة أو بداية سورة التوبة نأتي إلى الوجه الثالث وهو الوصل بمعنى أن نصل نهاية سورة الأنفال ببداية سورة التوبة بدون طبعا بسملة كأن نقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله واضح؟ طبعا هنا هنا في حكم عندنا عندنا حكم الإقلاب لوجود التنوين وبعده حرف الباف كلمة براءة ولذلك يعني من أشكل عليه الأمر ليكون متيقظ إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله هنا وصلنا بين نهاية سورة الأنفال مع بداية سورة التوبة أيضا بدون بسملة كما عرجنا على ذلك من قبل بعد هذه المحاضرة التي تعتبر إلى حد ما طويلة عن سابقتها نقول بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم عنا خير الجزاء أرجو التركيز على هذه المحاضرة على وجه الخصوص لأن الأسئلة واردة منها أكثر من غيرها من غيرها على أهمية طبعا المحاضرات التي قبلها لا نقلل من أهميتها لكن الأسئلة الواردة في هذه المحاضرة ربما تكون يعني أكثر وزخمها أكبر بالمجمل يعطيكم العافية بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر